طالب العلم للرحمن يسجد دينه الإسلام والقدوة أحمد بين عالمين الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه أصلي وأسلم على خير خلقه وسيدي أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء كما أنونا له في هذه السلسلة المباركة عن فكر المرتد وحكم الردة الردة هي الرجوع إنسان ارتد رجع بكل سهولة ويسر وفي الإصطلاح خرج من الإسلام إلى الكفر هذا في المصطلح بكل مرة أخرى سهولة ويسر ارتد رجع خرج من دين الإسلام إلى دين الكفر لما نقول خرج من الإيمان إلى الكفر من الإسلام إلى الكفر معناها ترك الإسلام جملة ترك الإسلام جملة أو ترك الإيمان جملة عند هذه النقطة نقف عند هذه النقطة نقف نقول ما هو مفهوم الإسلام وما هو مفهوم الإيمان مفهوم الإيمان بشموله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إذن عندك شمول الإيمان وهذا الإيمان أدناه إماطة الأذى عن الطريق وعلى شهادة اللا إله إلا الله محمد رسول الله إذن عندنا تكامل في الإيمان وتحقيق الإيمان تحقيق المهم بمعنى زيادة الإيمان بعد اليقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بثلاثة أركان ثلث وثلث وثلث هذه ثلاثية الإيمان إيمان تطبيقي عملي مشاهد بالعين ثلث قلبي داخلي والثلث الآخر من خلال المشافهة والمجالسة يقترب من الأول من التطبيقي الثلث الأول إنه أن تقرأ القرآن وأن تقول الأذكار وأن تزور المقابر وأن تزور الصالحين وأن تصل الأرحام وأن تعتاد المساجد وأن تقوم الليل هذا كله بمجموعه هو ثلث الإيمان كله بمجموعه هو ثلث الإيمان وعندنا ثلث يتعلق بالأشخاص منهم علماء فأنت تجالسهم فيزداد إيمانك يعني عندما يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لأهل بغداد والله يا أهل بغداد دمتم كلكم بخير إن كان معروف بينكم بخير يقصد معروف الكرخي هذا الإيمان الذي يفيد في المجتمع من الصالحين يزيد فأحياناً البيئة ترفع الإيمان المجتمع يرفع الإيمان ينهض بالإيمان فأنت تتقوى به كما قال يقبال كل أخ بأخيه ائتلف فأنت تجد أن موقعك أو مكانتك مع إخوانك حتى ولكنت أضعفهم أقوى بكثير إيمانياً من إيش مما لو كنت لوحدك إذن عندنا ثلث هو عبارة عن عمل داخلي أنت تقوم به صلاة وصيام وزكاة وعبادات وتقرب إلى الله عز وجل وزيارة مقابر إلى آخره في جزء آخر هو البيئة وأهم ما في البيئة هو الرجل الصالح أو المرأة الصالحة فتجد الإنسان يتغير في جلسة يتغير حاله في جلسة بسبب هذا الرجل الصالح أو بسبب هذه البيئة المؤمنة وعندنا ثلث آخر والحديث حوله كلام لكن المعنى صحيح وهو الثلث القلبي بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتون يوم القيامة معهم جبال معهم حسنات كالجبال إذن هو عنده الثلث الأول يصلون كما تصلون ويتصدقون يعني ناس يأخذونه من الليل كما تأخذون قيام الليل ويتصدقون ويصومون كل الثلث الأول موجود بعدين هم موجودين في بيئة الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودين عنده الثلث الأول وعنده الثلث الثاني طيب كيف ذهبت هذه الحسنات جعلها الله هباء منثورة لما نحن قلنا أعمالهم مثل جبال تهامة بيضاء ماذا يعني هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه حسناتهم كثيرة معنى هذا الكلام أنه الحسنات كثيرة طيب ما الذي تغير الذي تغير أن هذه الحسنات زالت وجعلها الله هباء منثورة إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ما لاتوا عندهم من قسم الثالث هذا معدوم الباطن معدوم عندهم أخلاقيات فاسدة في قلبهم عندهم مشكلات داخلية تمحو الحسنات محيات وكما قلت في هذا الحديث كلام إذن هذه الثلاثية ثلاثية الإيمان هذه تتحقق عند المؤمن وعند المسلم عشان نفهم ما المقصود بالإيمان ما المقصود هذا في الإسلام أعلى لا إله إلا الله وأدناه إماطة الطريق عن الأدى هذا الرابط بين الأعلى وبين الأدنى هو كله إيمان وإسلام كله إيمان وإسلام مرأة الآن كما في الأدب المفرد للبخاري تقوم الليل وتصلي وأمرأة في ظاهرها عندها أجزاء من الإيمان عندها الثلث الأول يمكن حتى الثلث الثاني هذه المرأة كانت تصدق بأثواب شرح الأدب المفرد البخاري أثواب هنا تقصد الأجبان يعني تقدم الطعام وتقدم الخير والصدقة للناس الذي فعلته شيء واحد فقط إنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا يتركتها تأكل من خشاش الأرض يعني قيدتها من حريتها فكانت النتيجة أن عاقبها الله سبحانه وتعالى وقالها هي في النار دخول هذه المرأة في النار مع أن كل الصفات الظاهرة الإيمانية موجودة فيها ولكن مع ذلك لم ينجي هذا من أن تدخل نار جهنم والعياذ بالله ما الأمر إذن؟ غياب مفهوم الإيمان بشكله الصحيح طيب صحابي من الصحابة مدعم رضي الله عنه وأرضاه خادم للنبي عليه الصلاة والسلام خدمة خاصة وظاهره في الأعمال الصالحة بارزة خرج إلى خيبر يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وخادم له وكل الناس شهدت بذلك وسمي الشهيد شهيدا تفسيرات كثيرة كما يقول حافظ بن حجر سبع معاني من ضمنه شهد له الناس رأوه في المعركة الآن فذهب في خيبر فلما خرج منها هرول النبي صلى الله عليه وسلم وهرول أيضا مدعم الخادم الخاص المرافق الخاص صحابي مرافق خاص في أجل الأعمال الصالحة والجود بالنفس أقصى غاية الجود وجهد فيه سبيل الله من نجل نفسه خيبر ستوزع الغنائم بعده كان هناك غنائم موجودة فهو أخذ رضي الله عنه هذا الصحابي أخذ شيئا من الغنائم استعجل في أخذ الغنيمة التي هي لصالح الناس وستوزع فيما بعد خرج من عم يهرول مع النبي صلى الله عليه وسلم فلحقهم اليهود فبدأوا يرمونهم بالحجر فأصيب مدعم بحجر في رأسه من الخلف فسقط فكل من حوله من الصحابة أما قلنا شهيدوا شهيدا أنك تشهد له شهدوا له قالوا الله أكبر ليش؟ لأنه قتل الآن هو في الجنة على اعتبار الشهادة على اعتبار الصحبة على اعتبار الخدمة الخاصة على اعتبار أنه خرج من غزوة خيبر كل المعالم لصالحه قالوا الله أكبر هو في الجنة قال عليه الصلاة والسلام هو في النار إن الشملة التي اجتملها في يوم خيبر لتشتعل عليه في نار جهنم إذن هو أخذ شيء لصالح الناس الغلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فهو أخذ شيئا من الغلول وما قبل منه ذلك وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في النار ليش؟ جزء من الإيمان مع أن هذا صحابي مع أن هذا حضر معركة مع أن هذا مخادم خاص مع أن هذا في معركة كل هذه العوامل لم تغني عنه وصارت في قضية في الإيمان ما كان متنبه لها سابقا الآن تنبه لها إذن أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام يبين في الحديث الصحيح عن أناس يدخلون نار جهنم بسبب ماذا؟ بسبب أذية شيء في الطريق مثل الشجر الذي يضعه الإنسان في الطريق أو الحجر أو القاذرات أو غير ذلك يصوب يوم القيامة كما في الحديث الصحيح في رأسه بسبب هذا العمل إذن نحن عندنا الآن مفاهيم بدأت تتجلى في مسألة الإيمان ما كانت بارزة لعموم الناس أو لعموم المجتمعي في بداية إبراز قضية الدين والإسلام الصحابي يجلس مع الصحابي فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم زوره زائره الزائر اللي قاعد يزور إكرام الضيف هو من باب الإيمان بالله متى كان هذا مفهوماً معروفاً عند المجتمع؟ ما كان موجود أنه يجي الزائر عندك في البيت وتقدم له الطعام وتقدم له الشراب وتسهر معه وترتب أموره وتلاطفه في جلسته هذه هذا يكون من باب الإيمان بالله واليوم الآخر ومن كان يكرم ضيفه يعني إكرام الضيف من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه إذن ما هذا الرابط؟ هذا الرابط كله بالإيمان إذن لما نتكلم عن إنسان خرج من دائرة الإسلام أو الإيمان إذن دائرة الكفر هو خرج من كل هذه المنظومة الإيمانية من كل هذه المنظومة الإسلامية منظومة عندك أخلاق وعندك خدمة للدين وعندك عمل صالح ولكنك أخذت شيء من حقوق الناس فما قبلها منك الدين ولا قبلها منك الإسلام وحاسبك عليها وأنت مسلم أو يأتي إنسان فيظلم طرف آخر حتى لو كان هذا الطرف الآخر يعني قصة مالك عليه رحمة الله الشهيرة اللي نحن نقول فيها فقه المعارضة مالك عليه رحمة الله كان في زمنه عائلة من العوائل في المدينة أحدهما الأب والأم رضوا عن طفل صغير ابن صغير اهتموا به ورعوه والثاني شقي نحن بلغة العام اليوم ما أعطوه وجه ولم يتنبه له لشقاوته الكبير هذا فلاحظ الكبير أن الوالدين اهتمان فقط بالصغير أبعاً لصلاح الولد ولخفة دمه ولأخلاقه مع والدي وذاك شقي فقام هذا الكبير فقتل الصغير ذهب به إلى جب ووضعه فيه إلى أن مات فوصل الخبر إلى القاضي ووصل الأمر إلى الولي الأمر فذهبوا إلي وقال الأب والأم يعني خلاص الولد الأول فقدناه ومات لا نريد أيضاً أن نفقد الولد الكبير فتركه لنا خلاص نحن الوالدين ونحن رضينا فالإمام مالك عليه رحمة الله لم يرضى ذلك الحكم لأن هذه فيها غيلة قتل غدر وهذا يجب أن يحاسب على فعلته فعل الغدر الذي فعله مش قضية متعلقة بالوالدين فحكم ولي الأمر وحكم القاضي بماذا؟ بأن يعود هذا الولد إلى المدينة فقال الإمام مالك عليه رحمة الله والله لا أجلس لكم على كرسي خلاص معك في درس انتهى الموضوع فهبَّ قول أهل المدينة مع الإمام مالك عليه رحمة الله فحينئذ خلاص إش يسوي الوالل إش يسوي القاضي فعادوا إلى رأي الإمام مالك عليه رحمة الله وطبِّق فيه الحكم فالحكم لا بد أن يطبق في الأرض لاحظوا وإن كان هذا مسلم وإن كان هذا من أهل المدينة لكنك عملت عمل غدر وعملت عمل خيانة فلا يمكن أن يمضي هذا هذا كله في أحكام المسلمين لسا ما جئنا إلى إنسان خرج من دائرة الإسلام ولذلك كان الأئمة عليهم رحمة الله أقوياء العز بن عبد السلام لما كان في القاهرة في مصر وأفتع عليه رحمة الله وتكلم فما استجاب له للوالي ولم يستجب له القاضي لا القاضي استجاب ولا الوالي استجاب مثل قصة المدينة فخرج ابن عز بن عبد السلام من القاهرة إلى الخارج وتبيعه كل أهل مصر خرجوا معاه فيقول القاضي للوالي أنت ستسير ملك على مين لا يوجد أحد خلاص كلهم مشوا فأعاد العز بن عبد السلام وأعاد الناس مرة أخرى وطبق الحكم له إذن حتى في دائرة المسلمين والمؤمنين كانت الأحكام تطبق في دائرتنا في كل الجزئيات في كل الأمور كنا نطبق هذه الأحكام الشرعية حتى تستقيم لنا الحياة وحتى يرى الناس جميع الناس أن هذا الدين لا يحابي طائفة دون طائفة وأن الإيمان كان يطبق بكل مستوياته في الزمن الأول ولم يحابي أحد أحدا طيب الردة خروج من الإيمان إلى الكفر نبدأ بفكر المرتد كيف يقتنع المرتد بهذا الفكر خلاصته أمران يا عنده شبهة يا عنده شهوة هذا الغالب ومن يتتبع التاريخ يدرك ذلك والنقاش طويل فيه إما يكون إنسان عنده شبهة وهذا الإنسان طائفتين طائفة عن فكر وقناعة وأيدلوجية وغير ذلك ويريد مثل المستشرقين وغيرهم أن يهدموا في الدين وفي الإسلام وكتاباتهم معروفة وأراءهم معروفة وطائفة ثانية لا إنسان فيه جهل فيه عدم معرفة وتلبست لديه بعض الأمور ومن ضمن هذه القضايا التي أثيرت في الآن والأخير قضية من الشك إلى اليقين قضية من الشك إلى اليقين وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ من دائرة الشك إلى اليقين ولكن ليطمئن قلبي وقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحقش بالشك منه شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء إبراهيم طالبا من الله تبارك وتعقال أو لم تؤمن قال إيش بلى إذن هو أيقن عنده إيمان بقدرة الله عنده إيمان بوجود الله عنده إيمان بحكمة الله عنده إيمان بعطاء الله واتخذ الله إبراهيم إيش خليلا إذن لا إشكال في ذلك ولكن أرني كيف تحيي الموت قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي في وجود الله في قدرة الله ولا في إيش في طريقة الإحياء في طريقة الإحياء بلى ولكن ليطمئن قلبي في إيش كيف يتم هذا الأمر كيف تتم هذه العملية إحياء الموت أريد أن أراه وهذا لا شك فيه ولا إشكال فيه عندما يطلب الإنسان زيادة اليقين هذا زيادة إيمان أن تبحث عن اليقين أكثر يعني نحن الآن مؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا وجدت شيئا يزيدك يقين بالله تبارك وتعالى فأنت ستذب إليه مثل ما يسمع اليوم في الإعجاز العلمي أو في عالم المجرات كل هذا يزيدك يقينا وإيمانا بقدرة الله فأنت تحتاج إلى معرفة اليقين بقدرة الله أكثر مما أنت عليه الآن فيزيد إيمانك وتزيد معرفتك بالله تبارك وتعالى وهذا حصل كثيرا الآن في منطق العلم منطق الإعجاز اليوم كم من الناس عندهم يقين ولكن عندما يرون بعض المشاهد وعندما يحضرون بعض الملتقيات والمؤتمرات يزيد إيمانهم إيش؟ إيمانا ويزيد يقينهم يقينا وتزيد هدايتهم من الله سبحانه وتعالى هداية أخرى إذن قضية شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مؤمن بالله مؤمن بيوجود الله مؤمن بعظمة الله مؤمن بقدرة الله طلب زيادة اليقين في طريقة الإحياء والإماتة هذه طلب الزيادة فيها وهذا لا مشكلة فيه وهذا مطلوب مطلوب أن يكون عند النساء أسئلة للبحث عن زيادة اليقين وزيادة الإيمان لا هروبة من ذلك وضع السؤال من باب زيادة الإيمان مطلوب كيف يتم ذلك؟ أرون بصرون علمون وجهون هذه الأسئلة لا مشكلة فيها ليست في الوجود الأصلي ولكنها في التقدير وفي العظمة وفي الإحياء وفي الإماتة وغير ذلك من الأسئلة التي ترد على الذهن وهذا مطلوب في دائرة أو في دين الإسلام لما يقول عليه الصلاة والسلام نحن أحقوا بالشك من إبراهيم هذا الحديث صحيح لا غبار عليه بل في أعلى درجات الصحة الزهري عن عبد الرحمن بن سلم عن أبي هريرة ولا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد طبعاً أقوى فتكون أعلى درجات السند في علم الحديث هذا عندما نقول الإمام البخاري عليه رحمة الله يروي عن الإمام الزهري عن عبد الرحمن بن سلم وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحن عندنا الآن في أعلى درجات الصحة والثبوت الحديث صحيح ولا غبار عليه نحن أحقوا بالشك من إبراهيم جل الأئمة جل أئمة السلف الصالح عليه رحمة الله أنت تتكلموا عن القرط بالإمام بن حزم الإمام بن الجوزي عشرات عشرات الأئمة يتكلمون لو شك إبراهيم وما شك في وجود الله نحن أحقوا بالشك فقالوا هذا طالب من النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سيشك نحن سنشك لكن هذا لا يكون فقط ليثبت أو يبرهن عظمة الله وقدرة الله وإيمان ويقين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأقول مع ذلك يبقى هذا السؤال موجودا أن طلبك السؤال لزيادة اليقين وللمعرفة لا غبار عليه ولك أن تطلب ولك أن تسأل ولك أن توقن حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت ثبت على هذا المعنى ولم يفتنه الله لذلك البعض يقول طيب ممكن لبشر أن يفتن ممكن لبشر أن يسقط أو يضعف حتى الأنبياء ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم إيش شيئا قليلا لكن تفسير القرطبي وتفسير من كثير وتفسير الكشاف إلى المتأخرين قضية ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا لما جاء قريش يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترك لنا آلهاتنا سنة نعبدها ونأخذ من الأموال وبعد ذلك نترك الآلهة ونهدمها نحن بأنفسنا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال من أجل أن يجذبهم إليه فعصمه الله تبارك وتعالى ثبت ولا تسمع إلى كلمات هؤلاء دعك على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لك تفسير طويل وعريض في هذه المعاني الجليلة إذن هذه المقدمة الأولية في مفهوم الإيمان في طريقة التفكير عند سلف الأمة عليهم رحمة الله في مسألة الإيمان منذ عهد الأنبياء الصحابة كانت تأتيهم وساوس كانت تمر على صدورهم بعض الأشياء في خلق الكون في خلق الله سبحانه وتعالى فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذلك قال الإمام التيمي عليه رحمة الله محركي القلب الذكر والفكر يا تتفكر وتتأمل وتعيد النظر فيعود إليك الإمام الجديد أو تحرك لسانك بذكر الله وهو الذكر الحقيقي فتعيش أجواء الإمام مرة أخرى لتتحرك محركي القلب اثنين الذكر والفكر الفكر تتكلم عن العظمة عن الخلق زي ما قال الله سبحانه وتعالى صنوان وغير صنوان شيء له شكل واحد وشيء له أشكال متعددة كيف خلقت هذه فيبدأ الإنسان يتفكر والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر هذه القدرة الربانية هذه الأرض والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف لو أنذا من صنع الطبائع لو هذه الأشياء صنعها البشر أو أنها صنعة غير صانع لم يأتلف وكان شيئا واحدا هل تشبه الأولاد إلا الوالدة الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد هذه مثل هذه الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فمن الذي أوجد ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا هذا لا يمكن يكون أشياء مختلفة وصنوان وغير صنوان وخلق الله بقدرات كل هذا شيء واحد من الذي أوجب هذا التفاضل إلا الحكيم سبحانه وتعالى إذن هذا الفكر أنت تتحرك وتتأمل وتنظر في المجرات في المخلوقات وأصبح اليوم الغربيون من العلماء ومن الساسم الكبار يأتون في آخر المجلس ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه قدرة عجيبة هم يؤمنون بوجود شيء هذا الشيء هو الذي أثبت قدرة الله تبارك وتعالى إذا عندنا الفكر وعندنا الشيء الآخر هو ماذا هو الذكر هو لا إله إلا الله عندما تتمرس وتتترس بلا إله إلا الله محمد رسول الله يزيد الإيمان ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألضوا بلا إله إلا الله تمسكوا بلا إله إلا الله وهذه لها قوة عجيبة تدفع الإيمان في داخل القلب إذا شاف شيئا لا إله إلا الله أبو رجاء العطاردي هذا إمام من أئمة السلف الكبار فكان الفرزدق الشاعر المشهور المعروف ماشيين في جنازته جنازة أبو رجاء العطاردي وكان سعيد أبو الحسن البصري أبو سعيد رحمة الله عليه في الجنازة شايدين هذا الإمام العظيم الكبير والناس تتأثر وتبكي إمام من أئمة السلف الأكابر والحسن البصري موجود والفرزدق موجود لما انتهوا الجنازة يقول الحسن البصري للفرزدق ماذا أعددت لهذا اليوم إيش الشيء اللي أنت هيأت وجهز نفسك من أجله فالفرزدق سوفوا سبحان الله الإنسان لما يعني يفتح الله تبارك وتعالى عليه ويعبر بمشاعره هذول الشعراء سبحان الله فتح لهم العبد الرحمن القصيبي الدكتور رحمة الله عليه غاز القصيبي زغاز عبد الرحمن كان يقول الشعراء عندهم كيمياء غريبة شعراء عندهم كيمياء غريبة أحيانا يقولون كلاما في دائرة الإيمان تقول ولا كأنه العقيدة الطحوية أو كتاب التوحيد لمحمد الهاب إنما تقرأ وتقول في قمة الإيمان والروح وتشوف تصرفات أخرى تعجب فهو يصف في كتاب له يقول هذا السبب هو الكيمياء الداخلي أحيانا الشاعر قد ليس بالضرورة أن يعيش كل معاني الكلام اللي يقوله لكن تجيلوا حالة هذه الحالة يقتنع بها ويكتبها كأنه رجل عاش الإيمان واليقين إلى أعلى درجاته يقول الحسن البصري عليه رحمة الله لهذا الرجل الفرزدق عن الرحلة هذه اللي هم فيها رحلة الجنازة وأنه إيش اللي حصل في هذا المشهد من البكاء والتأثر فله قصيدة طويلة المهم يقول فيها ولقد قال لي ماذا تعد لما ترافقيهم يقصد مين يقصد الحسن البصري فيقول فقلت أعددت للبعث والذي أراه أني شهيد بأحمدي وأن لا إله غير ربي هو الذي يميت ويحي يوم بعث وموعدي وهذا الذي أعددت لا شيء غيره وإن قلت لي أكثر من الخير وازددي حتى لو تقول لي زودوا وشوية عمال صالحة وكذا ما عندي غير أني شهيد بأحمدي وأن لا إله غير ربي هو الذي يميت ويحي يوم بعث وموعدي وهذا الذي أعددت لا شيء غيره ما عندي شيء ثاني وإن قلت لي أكثر من الخير وازددي فقلت يقول له دحين الحسن البصري تمسك بهذا في رزدق وترشدي امسك في لا إله إلا الله ولا عليك من شيء آخر فالإنسان عندما يعتمد على هذا المعنى الذكر والفكر يصل إلى هذه الحقيقة وهذا الذي يجعلنا نعيد العبارة التي قالها الإمام الجويني عليه رحمة الله في آخر حياته وهي التي تكلم عنها الإمام الشهرستاني عليه رحمة الله في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام لما قال يعني في نهاية حياته أود أن أموت على ما متت عليه أجائز نيسابور هذه العبارة جليلة ودقيقة هي قالها الإمام الجويني عليه رحمة الله ثابتة عنه وعن الشهرستاني وكثير من الأئمة هي جاءت في مقابل علم الكلام الناس الذين انشغلوا بعلم الكلام وانشغلوا بالتعريف وانشغلوا بالألوهية وأطالوا النفس في ذلك وبعد ذلك ما في غير حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله فأقر الإمام الجويني في مقابل علم الكلام فصارت حقيقة وهذه حالة يقولها البعض إذن الإمام بما كان عليه عجائز نيسابور كما قال الجويني عليه رحمة الله في كتابه وقد تحدث عنها الإمام الجليل الشيخ الكبير حقيقة اللي هو الشيخ عبدالعظيم الديب وهو يعتبر اليوم في عصرنا هذا يسموه الجويني الصغير زي ما يقولوا عن الرئيسوني المقاصدي الصغير مقابل الشاطبي يعني رحمة الله الشاطبي الصغير يقولوا أيضا عن الشيخ عبدالعظيم الديب عليه رحمة الله هو الجويني المعاصر الصغير لم يهتم عالم معاصر بعلم الإمام الجويني مثله رسالته كانت في الماجستير عنه ورسالته الأخير الحمد لله التي طبعت قبل سنتين نهاية المطلب في قرابة ثلاثين مجلد هو اشتغل عليه شغل كبير ونتحدث في حلقتين سابقتين في نادي الكتاب عن رسالة الماجستير وعن نهاية المطلب المهم لما تكلم عن الإمام الجويني وأطال النفس في هذه القضية العلمية الدقيقة وهي مسألة الإيمان بقضية عجائز نيسابور أو بما عليه عجائز نيسابور هي المقصود بها في مقابل علم الكلام والوصول إلى درجة التوحيد الآن نأتي إلى مسألة قلنا الآن فكر المرتد إما أن تكون عندنا شبهة حصلت فيجب الجواب عنها ولا يخاف من السؤال إن كان وراءه جواب والناس صنفين خلال التجربة المعاصرة اليوم اللي نحن عايشينها مثل تجربة المعاصرين اليوم عبد الرحمن بدوي أو مثل تجربة مصطفى محمود أو مثل تجارب طويلة وعريضة موجودة في المجتمع لمن قرأ هذه الكتب يدرك تماماً المعنى إما صنف عندنا فرج فودة والمقابلة الشهيرة التي كانت بين الشيخ يوسف القرضاه والشيخ محمد الغزالي وعندنا فرج فودة وعندنا بعد ذلك سلمان رشدي وفتوى الخميني فيه في قتله قضية طويلة عريضة معروفة لكن نعود ونقول إما عندنا الشبهات ليس لمجرد السؤال والجواب إنما شبهات للتشكيك والخروج مباشرة عرض الشبهة وأهرب منها ولا أريد أن أناقش حتى لو ناقشت آتيك أنا اليوم كنت أقول حاجة في الفيسبوك كتبتها هناك دعانا سميتهم دعاة الخرابيط إيش دعاة الخرابيط الآن تجي تقول مسألة علمية تطرحها تقول يا أخي إيش هذه الخرابيط يقول لك واحد الصورة دي مدري يحطوها خيط الثاني يقول لك حطوها ما نعرفه تقول الحديد في المستدرك حسنه الحافظ ومن حجر هو لا يعرف الحافظ هو يسمع به خطعا يقينا لكنه هذه الرواية ما مرت عليه فعشان ما مرت عليه يقول لك هي خرابيط أو تأتي إلى رواية تاريخية يقول لك إيش هذه الخرابيط رواها فلان وفلان وفلان بأساني دي مرد عليها أعطيني الرواية وأعطيني الرواية الأخرى وقابل بينهم وأعطيني النتيجة لكن فكر دائما اسمه أنا الرواية ما عجبتني بسمي لك إيها رواية خرابيط قاعدين اسمها هذا الكلام من سبع سنوات من سبع سنوات أنا أسمعها في مجالس الدعاء أحيانا وزي ما قال الشيخ الآن حتى في كل الناس هذا خرابيط طيب إيش الخرابيط فهميها على أي أساس اعتبرتها خرابيط فإذا أتيت وفضحته في المجلس وقلت له هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه فلان وحسنه فلان وطريقه من فلان وطريقه من فلان سكت ما الداعي دائما أن أتخذ هذه العبارة هذه دائما حجة المفلس أنه دائما أتيك بشيء اسمه خرابيط ويحاول أن يقنع بهذا الاعتبار أنه لا يتوافق مع الدين لا يتوافق مع الشر من قال لك أنه لا يتوافق يتوافق لأن ليس لديك كل الأدلة لو وجدت لديك إذا جعلت بينها توافق فدائما هذه العبارات يقولها من لديه فكرة معينة دون أن يعرض لك كل الأدلة وهذه نقول له والله طلعت هذه خرابيط يقول لك صح بناء على كل القواعد وكل الأدلة وكل النصوص نعود الآن مرة أخرى إذن عندنا نطائف ثبت لدينا اليوم أنهم يفعلون كذا وكذا وكذا في باب أخذ النصوص أخذ الشواهد التاريخية أخذ الأحاديث النبوية أخذ بعض الآيات وعرضها هكذا مسلمة مطلقا أحدهم مثلا كنت أقرأ له بالأمس جاي للحديث الذي سنتحدث عنه بعد قليل قال وهذا الحديث عندنا أمرين إما أنه أحد ولا نأخذ به وانتهى الموضوع عنده وإما أن هذا الحديث رواه فلان عن فلان وفلان قال فيه ابن حبان قالوا ثقة وسكتوا عنه إذن الحديث كيف نقبله سلام عليكم ومشي سلام سلام طيب الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الذي أخرجها الأحد عدة طرق أصلا فلا لا يناقش هو في الحقيقة ناقل ناقل عن من نصب الراية للإمام الزيلعي ناقل عن فلان نقل عن فلان لكن هو ما راح ومديده للحافظ ابن حجر مثلا أو ما مديده إلى تقريب التهذيب ولا إلى كتب العلاء لا هو نقل كتاب كتابين وبنى عليها حكما وسنأتي الآن عندما نأتي إلى مسألة حكم الردة لأن قلنا فكرة مرتد إما يكون عندنا شهوة شبهة وبقي الجزء الآخر قبل أن أتي هنا أو يكون شهوة وهذه ثبتت ثبتت بما لا تدع مجال للشك يبدأ الإنسان الشهوة الخفية ثم بعد ذلك تكبر القضية ثم تزداد عنده الأسئلة إلى أن درجة أنه يريد أن يخرج عن الإيمان وأشهد بالله أنني قابلت مجموعة مجموعة من هؤلاء الناس تكلمت معهم تعود وترجع إلى مسألة الشهوة عندهم عند هذه الصفة تحديدا أو عند هذه الطائفة تحديدا عندهم منازعات شديدة جدا وأذكر واحد قابلته في السويد كانت عنده هذه المعاناة قبل سبع سنوات هو مسلم أمه صينية وبدأنا أن نتحدث يعني كبير آنذاك عنده هذه المشكلة يدور ويرجع إلى مسألة الشهوة وليست إلى مسألة الشبهة ليست عنده شبهة عنده شهوات يريد أن يجيب عليها فلا يستطيع يريد يخرج من الدين شيئاً فشيئاً ويتملص إلى أن تنتهي القضية والعياذ بالله يجنح من الإيمان إلى الكفر هذا موجود لذلك علاج الإسلام هذا الذي يهمه الآن علاج الإسلام بهذه القضايا كلها هي عبارة عن أجوبة عملية يعني يا فلان تزوج حتى تخرج من هذه المشكلة مشكلة السلوك يا إنسان الآن إذا أنت عندك مشكلة في الفقر فإن الإسلام مطالب أن يغنيك يأتي الأمر الإسلام إلى القريب واحد عنده فقر وما قاعد يعطيه الناس يأمر القاضي العم أو الخال أو أقرب الناس إليه أن يعطيه حتى لا يكاد الفقر أن يكون كفراً فيجي يساعده يأمر أمر طب ما عنده لا قريب يساعده ويكاد هذا الفقر أن يكون كفراً يأمر القاضي الدولة الإسلام أن تعطيه من المال حتى لا يفكر في هذا القضايا كل شيء في حلول بعدين وقع الإنسان في خطأ إدرأوا الحدود بإيش؟ بالشبهات يقول عليه الصلاة والسلام لعلك 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 كان مع المرأة لعلك باشرت لعلك قبلت إدرأوا الحدود بإيش؟ يعطيك الإسلام حلول حتى تخرج من هذه الدائرة بل حتى لما يخطئ هذا الإنسان تكون كل الأحاديث المستبصرة الواضحة في البخاري وفي مسلم وأحاديث الصحاحة نتكلم على الدولة الصحاحة تجدها أنها تعفو تجدها أنها تسامح بين الله وبين الخلق هذا كثير وجدناه ذكرت في درس سابق أن الذي يتتبع الأحاديث النبوية وفيها كلمة الصحابي يروي سمعت هذا الحديث أكثر من مرة في المجلس غالب هذه الأحاديث بالتتبع وأن ذكرتها في درس سابق تتعلق بتوبة العبد مع ربه يرويها الصحابي أكثر من مرة في المجلس أعطيكم مثال حديث مثلا الآن عمر بن عبسة في الصحيح مسلم اللي يقول فيه أنا رابع أربعة أنا ربع الإسلام رابع أربعة دخلوا الإسلام ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو متوسد عند الكعبة من أنت؟ قال أنا نبي وما نبي أرسلني الله قال بأي جانا أرسلك أن يعبد الله وأن يوحد ولا يشرك به شيء وأن تكسر أصنام وأن توصل أرحام لساء صلاة صيام زكاة مفرغت بعده قال اجعلني معك يا رسول الله قال ليس الآن إذا سمعت بي قد أتيت المدينة فاتني فسجله النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة يسجل الأسماء أول إحصاء في الإسلام كما في الحديث الصحيح لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وجد الصحابة يتوضأون قال الوضوء يا رسول الله علمني فأخذ يعلمه الوضوء ما منكم من أحد ينقرب وضوءه أو فيغسل يديه إلا خرجت خطايا يديه مع نامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحديث ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا شاهد الحديث الآن توضأ صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه سبق وأن قل في درس سابق لا يوجد حديث في الإسلام يسموه حديث الرجاء أعظم من هذا الحديث إنسان أخطى صغائر و كبائر عدل حقوق الحقوق ترجع لصحابها مال أو غير ذلك صغائر و كبائر ركزوا صحيح مسلم يتوضى و يذهب و يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه لا يحدث بهما إيش نفسه فيحمد الله و يثني عليه بما هو له أهل فقط و ركعتين ركعتين كما في مستدرك الحاكم ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيد هذا أي صاحب القبر في عمله أحب إليه من بقية دنياكم معنى الحديث لو واحد راح عند القبر و شاف إنسان ميت و صلى ركعتين سنة لله سبحانه وتعالى قال ركعتان خفيفتان ركعتين خفيفتين وقتها لا تحسبها خفيفتان مما تحقرون تحقرون يعني ما تعتبرون فيها شيء وتنفلون يعني هي نافلة يزيد هذا أي صاحب القبر في عمله يعني لو صاحب القبر قام من قبره و صلى ركعتين خفيفتين تستحقر هاتين الركعتين و عاد إلى القبر مرة أخرى أحب إليه من بقية دنياكم لأنه عنده قيمة الركعتين الخفيفتين أحب إليه من كل شيء هو يعرف لأنه هو قاعد يحاسب على الركعتين الخفيفتين إذن هو توضى و صلى ركعتين خفيفتين حمد الله و أثنى عليه لكنه لم يذكر شيء من الدنيا يعني خلى قلبه لله ما النتيجة؟ قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من راوي الحديث الآن؟ عمر بن عبسة في الصحابة الجليل أبو أمامة الباهلي عمر روا الحديث هو الذي عاش القصة كل هذه وصعبها فقال أبو أمامة الباهلي إلى عمر بن عبسة يقول له يا أبا أمامة انظر ماذا تقول يعني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إنسان كبرت في السن و رقع عظمي و أحتاج أني أكذب ولا أعطيكم هدايا مجانية ولا أعطيكم مثل بعض الطواف والفئات أعطيكم أعمال صالحة وأعطيكم قربات ليس فيها نص ولا فيها شيء يذكر لقد كبرت سني و رقع عظمي و ما بحاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أني سمعته منه مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى أعدى سبعا ما قلته لكم إذن يقوله ترى هذا الحديث اللي قعد أرويه لك م مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خم أكثر من سبع مرات وأنا أسمعه في المجلس ماذا يعني يعني كذا مرة يكرر النبي عليه الصلاة سلام هذه القضية إنسان توضى و صلى ركعتين غفرت له ذنوبه كيوم ولدته أمه الصغائر و كبائر اسأل الإنسان الآن تروح من الحج إلى أن تأتي إلى من بلادك البعيدة إلى أن تأتي إلى مكة ليش؟ يقول لك واحد حديث بس من حج أو لم يرفض أو لم يرسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته يقول أنا جاي إلى مكة أعتمر أو أحج من أجل هذا القضية ما عندي شيء ثاني يا رب أرجعك كصبح بيضاء نعرف عدد من أئمة السلف و عدد من الشعراء و عدد من الأدباء كانوا يأتون من هذه المساعدة أشان هذا الحديث فقط لا غير مذاكر الشاعر اللي يقول الزمخشري علي رحمة الله عنده زوجة طماضر فهو كان في جهة عندنا الترمذي و النسائي و ابن ماجا و البخاري و المسلم كل هؤلاء الأئمة و الأصحاب الكتب الستة كلهم من فين؟ كلهم من وين؟ جاءت المهجة جاءت الاتحاد السوفيتي هناك فهؤلاء أتوا عشان يوصلوا إلى الحج يحتاجوا ستة شهور فهو وصل بعد عرف بيوم و الحج عرف قدر الله له عشان يرجع لبلده حيحتاج ستة شهور عشان يرجع مرة ثانية إلى حج السنة بعد يحتاج ستة شهور إذا يحتاج سنة فقال إيش أسوي؟ قال خلط إيش في مكة إيلا السنة الجاي الله يعيني عشان أخذ أكسب أجر الحج فرسلت له رسالة تعرف أنت زمان الرسالة عن طريق الحمام الزاجل يأخذ الرسالة و لما توصل الرسالة و قصة و ناس القوافل حتى تصل شهور تصلوا رسالة فجاءت رسالة من زوجته تقول له ترى يا ابن الناس ارجع لنا و اشتقنا لك و خليك عندنا و من بعدين ربي يسر لك مرة أخرى فقامت لتمنعني المسيرة تماضره زوجته أنا لها و غرار عزمي باتر شامت عقيقة عزمتي فحنينها رعجل و عيناها السحاب الماطر قاعد تبكي عيناها السحاب الماطر ارجع لنا ارجع لنا بس يقول ما أقدر أنا مش وار أرجع ستة شهور و أرجع بعدها بستة شهور حالة مختلفة عشان ايه عشان هذا الحديث الغربيين يقولوا لما بدأ البريد كانت في وحدة حب واحد ولا عندها فلوس ولا مكان في مدينة واحدة بعدين هي في مدينتها في قريتها هو راح إلى لندن وهذا اللي في لندن الساعة هو توف بداية الشغل لو نعرف الشعر يقول لك مين مين يقولنا الشغل عيب فقاعد يشتغل في لندن بس ما عنده فلوس لسا ما حصل فكانت ترسله رسالة فيجي ساعة البريد يأتي إلى الساحة وينادي بالأسماء يا فلان عندك ظرف لا هي عندها فلوس تدفع ولا هو عنده فلوس بحيث إذا وصلت الرسالة يدفع الفمن ويأخذ ايش ويأخذ الرسالة لا هي عندها ولا هو عنده فايش كانت تسوي كانت تأخذ الظرف وتحط علامات في أقصى الظرف دويرة يعني أنا تعبانة مربع يعني أنا أموري تماما أو زي ما سيئوا الآن في الفيسبوك الدويرة هذو نقطتين يعني ترى الأمور كويسة أنا مبتسم فيجي في الساحة ينادي يا فلان الفلاني في عندك رسالة فيقول وريني هل هذا الظرف لي وأنني أنا أعرف اسمها فيجي يلاقي الظرف يقرى الزاوية العلامة والإشارة يقول لا لم يلي يتفضل فيعرف يتبغاه يكذا يكذا إلى آخره إذن العودة إلى الحج أو الذهاب الحج من أجل هذا الحديث ليس أكثر الذي قلنا فيه عدة مرة واثنان وثلاثة واربع خمسة ستة طيب في قصة الكفل من بني إسرائيل هذا الرجل الذي واقع امرأة أو كاد يقع عليها ومن أجل ستة وأربعين دينار فقال يعني لا تفض هذا الخاتم إلى بيته فمات من ليلته الحديث في سنة بن ماجهة وغيره وبسند حسن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمات من ليلته فكتب على داره قد غفرنا للكفل وأدخلناه الجنة هذا الحديث أيضا الراوي يقول سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام مرة حتى عد سبعا تابعوا الأحاديث اللي فيها سمعناها مرة واثنين الصحابة نفسه يروي تجدون في أي باب تجدون في باب التوبة بين العبد وربين كأنه يقول الأحاديث اللي الإنسان فيها يخطأ ويتجاوز ويرجع إلى الله مليانة دائما ما تكرر كأن الإسلام وهذه يعني وصية للخطباء وللمحاضرين وللوعاظ وللمربين كثروا دائما من أحاديث الرجاء كما أننا نضع في التوازن أحاديث الترهيب حتى الإنسان لكن كلما قربتني إلى الله كلما جعلت علاقتي مع الله أكثر كلما استطع أنا بنفسي أندم أنا بنفسي أعود إلى ربي وأعود إلى إلى رشدي فالإنسان النقي الصافي يعود إلى الله مباشرة والله يا أخوان يا أخوات حتى الطفل الصغير الطفل الصغير اللي يربى على الحلال يربى على المعاني الصافية تتجلى سبحان الله فيها الحكمة الآن من من المعاصرين ممن وفقه الله في كتابة بليغة في العلاقة بين العبد وربه في الجانب العاطفية والإيمانية والفكر الإسلامي أنا أستطيع أقول من المعاصرين أنه يوم مثلا الشيخ محمد الغزالي مثلا يعني الذي جمع لغة العاطفة مثل كتابة جانب العاطفة في الإسلام تجد حرارة إيمانية وغيرهم وغيرهم في غيرهم يقول الشيخ محمد الغزالي لما كان عمره ست سنوات كان عمره سات سبتدائي في الفصل تخيلوا يا إخواني سات سبتدائي فالمعلم طلب منه إعراب بيت شعر رأيت الله أكبر كل شيء أعرب البيت سات سبتدائي والشيخ أزهري يدرس اللغة العربية فقوم يا محمد الغزالي وقف أعرب رأيت فعل وفاعل الله مفعول على التعظيم سات سبتدائي هكذا فطرة الله مفعول على التعظيم قال فبكى الشيخ الأزهري وبكى كل الفصل ليش هذه الفطرة قادته الإيمان قاده التربية الأصيلة قادته أكل الحلال قاده كل هذه العوامل المجتمعة نعود ونكرر هي الإيمان أصبع أكل الحلال هو الإيمان التربية هي الإيمان قول لا إله إلا الله ومعرفة الله عظمت الله هي الإيمان الذهاب إلى المسجد هو الإيمان كل هذه العوامل المجتمع هي الإيمان ولذلك ما استطاع أن ينطق إعراب اللغة على حقيقتها كما هي لأنه هذا لا يليق بجلال الله وعظمت الله فهكذا فطرة ساد سبتداء يقول رأيته الله قال مفعونا على التعظيم ما يمكن أكثر من كذا لا أستطيع فأجهش الشيخ الأزهري الأستاذ ما ما استطاع أن يتحمل فصل أول مرة صدم بالجواب وبكى كون من في الفصل إذن هذا الأساس في مسألة الإيمان وكيف يتحرك فكر المرتد نأتي الآن لنقول عن الحكم نفسه لما نستشعر هذه المعاني كلها نقول من هو هذا المرتد هذا الإنسان لا يفهم في الإيمان شيء هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية أنه يفهم حقيقة الإيمان ولا يريده يفهمه على درجة اليقين ولا يريده إن كان إنسان جاهل إنسان بيجاهل أعطيكم الآن المجمل وعندما أعطيكم الآن التفصيل الأدلة إنسان بالمجمل جاهل فماذا نفعل معه لا نفعل معه نقوله تعال ونحدثك ونبين لك ونعرض لك ما عندك من شبه والبينة هذه الشبه ويخرج من القضية نبين له ونوضح له هل في ذلك مشكلة؟ إنسان عنده إشكالية معينة نادينا حاورنا انتهينا هذا الجزء الأول هذا الصنف الأول عندنا صنف ثاني قال هذه الكلمة ارتد شبهتان شهوتان إلى غريف ذاته ولم يخبر بذلك ولم يعني لأحد نذهب إليه ونأخذه لا نتركه كونه لم يعلن ذلك لا ندخل عليه البيت ولا نحط عليه تسجيلات ولا نحط عليه كاميرات ولا نجسس ولا شيء من ذلك وهذا من تشل الإسلام هذا الصنف الثاني ولا عندنا في أي مشكلة الأول اشتبهت عليه أمور نادينا وحاورناه ويرجع الصنف الثاني وناس ذكروا هذا الأمر بينهم وبين أنفسهم إن عرف أحدهم بيّن له إن لم يعرف لا يدخل الإسلام في نيتك ولا يدخل إنسان في تصرفك في داخلك صنف الثالث إنسان أعلن أين أنت؟ أنت في دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام؟ قال لك لا أنا في بلاد المسلمين أعلنت إعلانك هذا ما المراد منه؟ يبقوا معايا نحن نحن في الصنف الثالث واحد أعلن أمام القول للمسلمين إيش ما أدخل؟ أنا لا ولا أعيض بالله أنا لا أمن بوجود إله ولا أقول أن هذا محمد الموجود هو الذي كان يشارعنا لا يوجد دين ولا يوجد تشريع إذن ماذا بقي؟ دين على كيف ماذا يفعل من محرمات ما يفعل من سلوكيات ما يفعل من قضايا في المجتمع هو لا يوجد له دين ما الذي يجعلني أنا أفعل ولا أفعل؟ هو الدين الدين يقول لي أفعل أو لا تفعل هو خلاص خرج من الدين إذن كل تصرفاته مبنية على ماذا؟ مبنية على قراره هو هو الدين يصير عنده أنا الذي أقرر ماذا أفعل وماذا لا أفعل هو الدين أتكلم أنا حتى القانون عندنا أشياء تأتي بالدين وأشياء لا تأتي بالدين تتكلم في دائرة المسلمين المسلمين عندنا القانون هو الإسلام ثم غير ذلك هو دستور بعد ذلك هو نظام دستوري بمعنى أن أحط إدارة الدستور هم الذين يطبقوا لأن نخلط الأمور بعضها ببعض سنجي في درس قادم إن شاء الله عن السياسة الشرعية عندنا أربع أو خمس حلقات احتمال تزيد أكثر عن وضع السياسة الشرعية يعني إيش هو الدستور في الحقيقة لما نجي نقول والله عندنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبنى دولة الإسلام بنى أعطى القريش اللي اختاروا منه عشر من بطون العرب قالوا تعالوا أنتوا والله أهل الدستور ما يعني هذا الدستور يعني عندكم قرآن وسنة وأنتوا الذين تطبقوا نظم دستور الإسلام كما هو اللي يسمون دائرة الدستور من قبائل القريش كلها المختلفة لا نستعجر رزقنا لما عندنا أبو بكر الصديق عبدالله بن القحافة هذا إيش قرشي تيمي عمر الخطاب عدوي قرشي عثمان بن عفان أموي قرشي علينا ما بيطالب هاشم قرشي أبو عبيدة أسدي قرشي طلحة تيمي قرشي سعد مابي وقاص زهري قرشي عبدالرحمن بن عوف زهري قرشي سعيد بن زيد اللي هو معاول الخطاب عدوي قرشي إذا لما نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم بطون قريش هذولة دولة الدستور هذا معناها دولة من كل قبيلة من كل فقد تيمي زهري عدوي أسدي حارثي هؤلاء كلهم البطون قرش جي أبيهم وأنتم عندكم دولة الدستور عشان تحاظوا على الدستور اللي من ضمنها يطلع أيش؟ القانون بعدين يطلع عندنا ثلاثة وسبعين رجل ومرأتين نقولهم تعالوا أنت عندكم مجلس الوزراء تطبقوا القوانين اللي هي قرآن وسنة هذا في العهد النبوي اللي يمسكوا الوزراء خمسة وسبعين سار انتخابات شرعية انتخبوا وطلع منهم 12 واحد 12 واحد هؤلاء يمثلون القانون الإسلامي اللي هو رافع بن مالك رفاعة بن منذر منذر بن عمر سعد بن عبادة سعد بن الربيع عندنا عبادة بن الصامت بعدين عندنا سعيد بن خيثمة بعدين عندنا أسعد بن زرارة بعدين عندنا أسعد بن حضير بعدين عندنا عبد الله بن عمر بن حرام بعدين عندنا عبد الله بن رواحة بعدين عندنا البراء بن معرور 12 أرواحد هذول الـ 12 يمثلوا ماذا؟ مجلس الوزراء بعدين عندنا البقية من السبعين اللي يجتمعوا في المجلس في المسجد النبوي مجلس الشورى اللي هو يراقب مجلس الوزراء ويراقب دستور الدولة هذول يجتمعوا في ناحية المسجد سبعين واختيروا وانتخبوا أنتوا الجهة الرقابية هل الدولة ماشية؟ على المناجة أولى نحن الأخ فقط سأل سؤال يعني دخل علينا حطيت هذا التفصيل السريع يعني بس لحد كده إذا أحد خرج عشان لن نسلسل الأوراق معنا هذا فقط كويس جاء سؤال الإسلام دولة مبنية مبنية على دستور وعلى قانون فيه أناس تمثل مختارين من البطون عشرة بعدين عندنا 12 ينفذوا بيموجب القانون والدستور وعندنا 70 يراقبوا كل هذا هو الدستور دولة دستورية فيها النظام القضاء مستقل أصلاً عن هذه الثلاثة كلها ما لهاش أي علاقة هذا القضاء يجي يقول يا فلان تعال يا فلان تعال يا عمر أنت من الدستور تعال تعال يا بران المعرور أنت من اللجنة الأزارية تعال أنت يا شورى عندك مشكلة تعال هذا القضاء مستقل تماماً ومن الذي يراقب القضاء أيضاً له جلسة أخرى لن يحدث عنها إذن دولة الإسلام هذا هو المعنى والفكر فيه الإنسان خرج وأعلن قال يا شماعة الخير أنا عندي الآن خذ لغة معاصرة أنا برى الإسلام وتتقول الإسلام يحرم المخدرات الإسلام أنا عندي بالنسباني غير مسلم أنا عندي مشكلة في المخدرات ماذا تفعل فيه كل نظم الدنيا اللي يهرب المخدرات واللي يروج لها إيش تسوي فيه نظم الدنيا تقولوا لا أنت حر وتقولوا لا فيه نظام نظام يحفظ أجساد الناس وعندنا النظام يحفظ إيش يقول الناس وعندنا النظام يحفظ روح الناس ونفس الناس إذن مين أنت أي صنف بيّن لي إذن أنا الصنف الثالث الذي أريد أن أعلن في دولة الإسلام أن ألاقه من بدين وأعلن هذا أمام الملأ وأريد أن أخرج عن كل النظام أخرج عن إيش؟ عن النظام لم تعلن شيء آخر أعلنت وخرجت على النظام وبدأت تصنع بعض الأعمال نجي نقولك أنت من الصنفين تعال نتحاور معك ونتناقش معك تقولنا أبداً أنا أريد أن أقتنع بما أنا علي وأروج لذلك نعرض نتحاور نتناقش ونستفيد بعد إيش؟ بعد الحوار قال الفقهاء ويحاوره رجل كفو إيش يعني رجل كفو؟ يعني واحد فاهم في الأدلة واحد فاهم في الشبهات واحد فاهم في النصوص واحد يعرف الحديث الصحيح واحد يعرف الحديث الضعيف ليس يجي زي واحد الآن يقول لك يعني خلاص هذا الحديث آمنا قلنا أنه في البخاري خلينا نسلم لكم جدل أنه أنتم قابلين رواية البخاري الله وهذا مناقشة خلينا نسلم لكم أنتم قابلين رواية البخاري يعطيني كيف فهمك أصلاً أنت لسند البخاري سنداً ومتناً ثم ما قرأتك للمتن أصلاً فيبدأ الآن يقول لك سلمنا سلمنا بذلك حتى الآن كنت أقرأ أمس أيضاً هو كتاب قديم عندي ونهاية الكتاب أعلق عليه أحد العلماء يعني يبغى يقول أنت ماشي في مناقشتك لموضوع الردة وجيد بعدين يبغى يقول له ترشوف في شيء لازم تنتبه له أنت قاعد تقول أراء عبارة كذا على الماشي سطر كذا خفيف قال كلما هبت ريح ألقينا ريشنا يقول له كلما جاء الغربين قالوا شبهات كلما نحنا إيش سونا إيش لا لا الإسلام بريء الإسلام معنا كلما هبت ريح ألقينا إيش كاننا قاعد يقول انسلخوا من دينكم أو انسلخوا من الأفكار الأساسية التي عندكم عشان نرضيكم أيها الطرف الآخر عملنا بالله صدقنا نناقش ونحاول في المسائل كما سنبين الآن إذن الصنف الثالث هذا بدأ خرج عن دائرة المسلمين وبدأ يعلن شبهتهم نأتي للأدل باختصار شديد وبتركيز شديد أول شيء الصنف الذين قالوا نأتي للصنف الأول بعدين الردود عليه الصنف الأول الذي قالوا الإنسان لو ارتد فهذا من حرية الفكر والرأي أتكلم في دولة الإسلام يا جماعة دولة خارج الإسلام ليست قضيتنا ليست قضيتنا الآن دولة الإسلام نحن أتكلم واحد ارتد قال أنا عندي أدلة قلنا له ما الأدلة قال رقم واحد أدلتي لا يوجد في القرآن تكلم في القرآن دليل واحد أن المرتد يعاقب المرتد أنتم عندكم كمسلمين أنها جريمة وأنها مصيبة بس ما تعاقب عليه قضية عندكم يعني تكبروها وتعلنوا عنها أنها مشكلة ضخمة لكن ما لاحكم إيش عندكم يقول لكم ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبون وين العقوبة ما في عقوبة بيان جريمة وخطورة فقط قالوا طيب جاء له اللي يردوا شبها الأولى وعندنا أدلة أخرى في من نفسها السياق وأنا بنسل تقول أدلة جاءوا الرد الأول قالوا لما واحد يقول لك جريمة يعني لا معنى لها تخيل أنت في نص ومن فعل ذلك فإنها جريمة كبرى نقول هذه جريمة كذا بس يعني أنتم تعلقوها فقط كنص بس ما لا معنى جريمة لا معنى لها يصير هذا الكلام تقول لي جريمة ولا معنى لها وهلأ يمكن حاسبك عليها فقط تسجلك قانون وتمشي هذا لا يمكن أن يقبل عقلا ثم قالوا إذا أردتم مناقشة فيمكن نناقشكم الله تبارك وتعالى قال قل للمخلفين من الأعراف ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قالوا هذي في المرتدين من بني حنيفة وذكر ذلك من كثير وذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك الكشاف الزمخشري وذكر ذلك بظلال من المعاصرين لا إما بعدين نجي للمعاصرين عشرات تبقوا دليل نجيب لكم دليل وهو أحد التفسيرات من أربع تفسيرات إن تبقوا تفسير موجود عندنا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس تقاتلونهم أو يسلمون عندنا دليل إن كانت المسألة في عقوبة في عقوبة يا تقاتلونهم أو أو يسلمون طيب قالوا الشيء الثاني الإسلام فتح باب الردة من أجل أن يقتنع الإنسان إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا لم يكن الله اللي يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا طيب يقول لك الإسلام قال لك آمنوا بعدين كفروا بعدين آمنوا بعدين كفروا أوه هذه ردة وردة ثانية وردة ثالثة المفسرين مرة أخرى شبه إجماعا يقدرون شبه إجماعا وليس إجماعا أبدا أن هذه في من؟ في المنافقين يطلعوا لك شوية ويطلعوا شوية ويظهروا شوية ويطلعوا شوية يظهر لك الإيمان بعدين في داخله يروحي يعلن شيء آخر فجاء الإسلام فضحهم القرآن فضحهم أو أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النهار أوله وكفروا آخره يدخلوا شوية ومحد يعني يقول لك في الأخير نكفر أو أموذل هؤلاء الذين آتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ليفتنونك يقول لك أعطينا بس سنة نرتب أمورنا ونرتب أوضاعنا وبعدين إيش قالوا نحن نكسر الأصنام ونحن نكسر الآلهة زي ما أنت يا محمد تكسر نحن نكسرها بس أعطينا سنة نرتب أمورنا ونرتب أوضاعنا مع الآلهة ومع الأموال ومعه ومعه حتى أن نخلص ومحدين ما عندنا المشكلة نرجع زي ما بني ثقيف لما نجاوي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله شوف أنت تبغينا نسلم نحن معك نسلم بس عندنا شروط قال ليش يا شروط قالوا ترى شوف ثلاث قضايا مهمة لا إله إلا الله ما عندنا فيها مشكلة بس الرقم واحد المال الربا أنت تقول الربا وقضية الربا ومشكلة الربا لا 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 نحن بنوكنا موجودة تعرفوا الطائف كان فيها البنوك الطائف كان فيها موئل البنوك في قريش بيطلعوا الفوق ليش جو بارد ومصيف وفلوس والناس السياحي يجبوا كل مكان ومرتبا تحت مكة ما تنفع إذن خلوها في الطائف لذلك ايش كان كل أموالهم موجودة قالوا للربا ذا لا يا محمد الشيء الثاني قضية الزنا ذي شوية صعبة نحن عندنا مرتبين نفسنا وقدنا استأجرنا جواري ورتبنا يعني كيفة أنت يا محمد هذه يعني ميريت مسيار يعني رتبنا الأمور وخلصنا فلا هذه ما عليش يعني أدينا سنة كمان شوية يعني نرتب الأمور ايش كمان تبعوا يا محمد شيء ثالث نحن نحن معك قال للربا تفكروا تأخذوا بطوعة وترتبوا أموالكم أعطاهم مهلا خذوا مهلا ايش تبعوا كمان أعطاهم طلبوا ثاني أعطاهم فأزنا لا لا لهذا ايش يصير الآن هذا فسد كل شيء الشيء اللي قاعد تنين أبنيه إيش قاعد يصير الآن يهد تهدموه فما ينفع يا دين أقبل فيه مرونة أقبل فيه مناقشة على اعتبار يعني التخفيف على اعتبار يعني التدرج لكن فيه شغلات ما ينفع فيها تدرج كيف تتدرج في هذا العمل هذه كلما تدرجتها بها كلما زادتك زادتك إثمن والعياذ بالله إذن هذا الجواب قالوا والله يا محمد هذه مناقشتنا لك وأجبنا عنها أهل فقيف في قضية الألفتنا الشيء الثالث قالوا أنه القرآن الكريم يقول لا اكراها في الدين وهذه حرية كلام مطلق جاء الرد لا اكراها في الدين المعنى الأول هاتوا التفسير هل يشيرتم أسباب النزول نأتي الآن للمناقشة العلمية نص فيه سند وفيه متن سند يروي فلان عن فلان بسند صحيح أو متن مضمون صحيح قلنا يلا توكلنا على الله هاتوا الأسانين قالوا أول شيء سبب النزول كان فيه مجموعة من اليهود لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبناء الأنصار موجودين خشي على ردتهم لا اكراها في الدين تفسير من التفسير وسبب النزول ولكن هذا السبب النزول سندا لا يصح سندا لا يصح أو هو لأهل الكتاب أيضا هذا الوجه لا يصح للآية عمومها قالوا شيء ثالث الآية منسوخة الآية ايش منسوخة لا اكراها في الدين هذه خلاص نسخت قلنا أيضا هذا المعنى غير صحيح لا يوجد نص واحد على النسخ ولا يوجد حديث واحد على النسخ على النسخ لنحن قاعد نتناقش علميا منهجيا يعني أديني نص بين لي قال الله قال الرسول أعطيني السند الصحيح الذي يقابل الآية الآية محكمة تقول لي والله منسوخ أين النسخ تقول لي والله يوجد سبب نزول ما هو سنده سنده ضعيف إذن خارج الحجة نأتي على عمومها لا اكراها في الدين قالوا أيضا ما عندنا المشكلة لا اكراها في الدين أحد يكره أحد على الدخول في الدين لا أفعا أنت تكره للناس حتى يكونوا مؤمنين لا نكره أحدا في الدين لا يوجد اكراها الدين نفسه لأنه فيه في اللغة العربية الظرفية فيه داخل هذا الدين لا يوجد اكراها لم نكره أحدا نحن في الدين هذا لا يوجد في نوع من المشقة أجرك على قدر مشقتك هذا المشقة الطبيعية الدين في ذاته لا اكره فيه ولا مشكلة معناكم في هذا الأمر وإذا أردت أن تدخل أهلاً وسهلاً ابتداءً لم ترد أن تدخل من شاء فليؤمن ومن شاء إيش فليكفر لا عندنا مشكلة فيه إذن ما الدليل عندنا الدليل لا اكره في الدين لا اكره في ذات الدين ولا اكره على الدخول في الدين أصلاً أنا ما جاء أكره كيف؟ على الدخول في الدين كما في قول الله تبارك وتعالى في جذوع النخل على جذوع النخل فيه هنا بمعنى على قال تعالوا للسنة نتناقش أنا في السنة ونرجع مرة ثانية نرتب أوراقنا قال عندكم في السنة حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قصة العرانيين قلنا ليس في الباب تركوها قصة العرانيين مجموعة من الأشخاص ذهبوا وأخذوا رجلا ليطبخ لهم الطعام ويذبح لهم فقتلوا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتلهم على اعتبار الغيلة اللي قلناه قبل شوية والقتل هذا في الباب معروف أنه القتل من باب القتل الذي حدث شيء مقابل شيء من بدل دينه فاقتلوه قال يا شماعة الخير الحديث نعم في البخاري الحديث نعم في الصحاح الحديث مروي بطرق المهم هذا الحديث قالوا حديث أحد وكيف نقبل أحديث الأحد كنا طب لحظة هي مسألة كيفما اتفق هكذا ترمي كلمة وتمشي ماذا تعني كلمة حديث أحد أنت بنسبة لك مرويهم بطريق واحد طيب ماذا قال أئمة السلف عليه رحمة الله في الحديث الأحد من لدل أئمة الأربعة عليهم رحمة الله أولا قبل أئمة الأربعة الإمام الآمذي في كتابه الإحكام ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا واحد وهذا كثير مستفيد يروي حديث واحد للصحابة الكرام رضي الله عنهم فيقبلوهم فيما بعد وهو من طريق واحد وذكر روايات الباب ورجعوا إلى كتاب الإحكام ويمكن أن يجعل درسا في ذلك عندما نأتي إلى شبهات حول السنة لأن عندنا إن شاء الله لقاءات ستكون حول شبهات حول القرآن وشبهات حول السنة طيب مروي روايات كثيرة الصحابة يرويق وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلوه في الأحكام من قال لكم أنه لا يقبل موجودة حديث ثابتة في ذلك ومستفيدة أيضا شيء ثاني من قال لكم أنه حديث أحد أصلا وليس حديث أحد هو مروي بعدة طرق أكثر من طريق موجود فتتبع هذه الطرق الموجودة هذا الحديث ثبت أم لم يثبت كل طرق موجودة إذن الحديث ثابت صحيح في بابه ولا مشكلة فيه طيب من بدل دينه فاقتلوه إذن إذا مناقشتكم في مسألة الأحد ليس حديث أحد وفي الضعف ليس حديث ضعف ثم إذا أردتم أن تناقشوا في مسألة الأحد ناقشناكم قلنا المناقش الأولى أنه وجد في عصر الصحافة رضينا حديث أحد رويت وطبقت وعندنا المعنى الثاني إذا أتيتم لما بعض الصحابة من الأئمة الأربع عليهم رحمة الله مجمعون على قبول أحدث الأحد مع بعض الشروط يعني مثل ماذا؟ مثلاً إمام مالك يقول وعمل به أهل المدينة نحن ما عندنا مشكلة في عمل أهل المدينة في هذا الحديث هذا الحديث لم يعترض عليه أحد طيب عندنا الحنفية عليه رحمة الله يقولون أن يكون راوي الحديث مما يقول به مما يطبقه أيضاً ما عندنا مشكلة في ذلك لا في التطبيق ولا في عمل أهل المدينة عمل هذا الحديث معمول به وهذا الحديث مطبق ولا مشكلة عندنا إذن ما هي تعليقاتكم على حديث الأحاد هل على وجودها قلنا لكم موجودة وثم قلنا لكم أن لها روايات متعددة ثم أتيناكم بشيء ثالث وماذا قلنا فيه قلنا إن رجعنا إلى أصل أحاديث الأحاد فلنأخذ شروط الأئمة فيه كل الشروط التي قالها الأئمة الأربعة عن أحاديث الأحاد كلها متوفرة في الحديث إذن ماذا بقي؟ بقي مناقشة متن الحديث خلص خلصنا من السند وخلصنا من تأصيل الحديث نرجع للحديث الثاني عشان قلنا بعدين سنرجع إلى الفكرة الكلية جاول الحديث الثاني لا يحلوا دم ممرئ مسلم إلا بحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك الديني المفارق للجماعة قالوا طيب جماعة الخير نجمع ذا الحديث بذا الحديث قلنا كيف؟ قالوا الثيب الزاني ماشي إنسان محصن متزوج فعل الحرام قتلنا وهو مسلم حدا الشيء الثاني القاتل للنفس حدا إنسان قتل إنسان هذا مسلم وهذا مسلم قتل مثل الحديث محلم ابن جثامة صحابي هذا الرجل قتل رجلا آخر محلم ابن جثامة في مسنده لمحمد وغيره فلما قتله دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تغفر لمحلم اللهم لا تغفر لمحلم اللهم لا تغفر لمحلم المغفرة هنا اللهم لا تغفر له ما بينه وبين الناس وليس المعنى اللهم لا تغفر له في الآخرة لأنه مسلم ما قاله إيش؟ ما قاله جنة لكن قبح ما فعل محلم جعل الحديث إيش؟ عليه ولذلك لفظته الأرض وهذا واحد ممن لفظته الأرض له محلم الجثار قضيته قضية قتل قتل واحد فعقب به طيب نجي الآن نقول الشيء الثالث وهو التارك لدينه المفارق الجماعة هذا الحديث الآن هل هو مروي في كتب السنة في أبواب الحد لا مروي فين الحد أقصد يعني الحدود هو ليس حداً مروي في كتاب أو تجدها في أبواب أخرى أتكلم الرواية هذه لأن هذه الرواية لها رواية تبهوا معي أخلص لكم الكلام هذه الرواية رواية الإمام مسلم وبعدها روايات أخرى في السنان وفي المسانين أصح رواية هذه في صحيح مسلم وما سواها لا تخلو من مقال حديثي فيها نقد وفيها على الأخرى هذا الحديث الذي يمكن أن تعتمد عليه والباقي معلول فيه على المتعددة ما خلاصة الحديث هذا؟ إنسان قتل إنسان عندنا تفسيرين تفسير الأول لا يحل دم مرئ مسلم إذن هو مسلم ألا كافر؟ مسلم لا زال على ديني وصفه بالإسلام وهو بغل اعتدى إما قتل نفس قتلناك مسلم قتل مسلم انتهينا اثنين زنى والعياذ بالله وهو إنسان محصن وبالشهادات وبالبيانات الموضحات وهو إلى آخره قتل الثالث التارك لدينه لم يقل والمفارق التارك لدينه المفارق للجماعة إنسان ترك دين القوم وفارق شماعتهم بالسلاح يعني خرج معتديا بالسلاح أحد التفسيرات أو خرج يعتدي عليهم بالكلام دينكم فيه ونبيكم فيه وقرآنكم فيه هو اعتدى في كل هذا تارك لأنه يا أخوان ما يعقل إنسان مرتد ويدي شبهات جارس بين المسلمين يعني يواكلهم ويشاربهم لا هو لابد أن يعتزلهم شيء مع مجموعات من الناس إذن هو تارك دين القوم جماعة القوم وهذه لها تفسيرها وبدأ إيش يعلن الحرب حرب إما أن تكون لفظية كتابية إلى آخره هذا يفسر وجوده في باب ماذا وجوده في باب ماذا في باب البغي يعضده أحاديث أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا إنسان مسلم الحديث صحيح في البخاري من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه وفي رواية إيش فاقتلوه كائنا ما كان طيب إنسان يبغى يخرج عنكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا ما كان هذا الأسلوب هذا الطرح كان في عصر معاوية والقصة شهيرة بين معاوية وعائشة رضي الله عنه وسنبهينها إن شاء الله عندما ناتي إلى باب السياسة الشرعية في إحكام الحاكم أو في ما يتعلق بالحاكم معاوية بن أبي سفيان كان حجر ابن عدي من كبار الصحابة من الفقهاء تجمع تجمع ضد معاوية رضي الله عنه وأرضاه في بعض آرائه فتجمعوا كصحابة هؤلاء الصحابة قياداتهم حجر ابن عدي كبير من كبار الصحابة الروايات تثبت أنهم كانوا مسلحين مسلحين ولكنهم لم يخرجوا بالسلاح يعني معهم سلاح لم يستخدموه فقط لبيان الاعتراض نحن نعترض ونبين اعتراضنا فتركهم معاوية تركهم ما صنع لهم شيء ثم تجمعوا في مكان في منطقة معاينة وأصبحوا جماعة تجمعوا تجمعوا في ظل ماذا؟ في ظل الدولة الآن نتكلم في في العصر الأول في الدولة الأموية عندنا استقرار وعندنا فتوحات لكن عندنا أيضا اعتراضات وكانت اعتراضات مستمرة وكانت مقبولة لكن حمل السلاح هنا حمل السلاح وتجمعت المجموعة والسلاح مرفوع فمباشرة ذكر معاوية الحديث خرج عليكم يريدوا أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم ما المطلوب في نص الحديث في البخاري فاقتلوه وفي الرواية الصائعة الأخرى كائنا ما كان ماذا نفعل؟ قتله معاوية فنادت أم الممين عائشة واستتابت معاوية فروى لها الحديث على ظاهره الحديث على ظاهره فقالت أم الممين عائشة رضي الله عنها بدأت تفسر أن هذا الحديث مخصوص بمن رفع السلاح وقاتل به إن لم يقاتلك به فهو لم يخرج عنك ولم يشق العصا شوفوا خطورة القضية يعني مجتمع ممكن يصل فيه التعبير والاعتراض أني أتجمع ضدك واتكلم عليك حتى لو بدأت أعبر تعبير مجرد تعبير أصلاً لو رفع السلاح ممكن أن تعترض عليه بماذا تعترض عليه بالتعزير مجموعة طائشة وأحياناً ممكن تخرج عزرها ممكن أن توقفها في السجن حتى الحنابل وسنبين هذا فيما بعد قالوا يحمل من السلاح ويخرج مباشرة قالوا حتى ولو في المعركة قالوا حتى ولو في المعركة هذا رأي الحنابل عندنا في المذهب مسلمين تقاتل هؤلاء يروا أن الحاكم بغى والحاكم يرى أنه على سلطة الحكم وأن هؤلاء يريدون أن يفسد الحكم تقابلوا في معركة واحدة فقبض هؤلاء قبض الحكام والدولة قبض على مجموعة من البغى ومسكوهم ومعهم الأسلحة قالوا ما الحل للحنابلة روايتين في المذهب الرواية الأولى يأخذوا منهم السلاح ويطلقوا مباشرة لماذا؟ قالوا اعترضوا استمروا في الاعتراض واحد يقول لك يا خيشي الدولة كل شوية هذا يقول لك إلى أي درجة فتح الإسلام باب الاعتراض ما خرجت بالسلاح لم تقاتل به قعدت تعترض ممكن ناس يتأثر بالاعتراض مساحة مفتوحة ساحة مفتوحة أنت يقول رأيك وهذا يقول رأيه ما نخوف من الاعتراض أنت يقول رأيه وهذا يقول رأيه يمكن بعضكم شاف العام الماضي في ذكرات سايح رحت أزور حديقة البارك هذه اللي في لندن في الساحة الأساسية كل واحد شوفوا ممكن حلقة اللي بعضكم أرى ممكن يطلع عليها كانت عن الحرية حرية الرأي تدخل للساحة وواحد واقف على كرسي ويتكلم مع الإنجيل ويتكلم رأيه مقابله واحد مسلم حامل القرآن يقول رأيه عند هذا تجمع وعند هذا تجمع هذا يقول رأيه وهذا يقول رأيه والناس تسمع طبعاً نحن نتكلم في دائرة هنا غير دائرة الإسلام في دائرة الإسلام عندنا أماكن للحوار المفتوح والشفاف دون قيد ودون إشكال مرة أخرى خرج طيب هذا الكفر أو هذا الخروج عن رفقة الإسلام ترك دينكم الدين هنا كما قلنا ما كان عليه الناس كما فسرت في هذا المعنى أو كما هي في دائرة الكفر والإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفراً بواحاً والرواية الأخرى قلنا صحيحة مرفوعاً إلا أن تروا معصية بواحاً المعصية هنا بمقصود بها الكفر قتاله كفر سبابه فسوق وقتاله كفر لاستحيل أن يكون المسلم إذا قتل المسلم هو كفر كفر بالله استحيل هو الأزال المسلم ولكن قتله كما هذا في هذا الحديث ولكن المقصود بالكفر هنا هو كفر دون كفر هو المعصية ذلك أحيانا علينا أن ننتبه للألفاظ والرواية هذان الحديثان المستندان الأساسيان في الباب هذان يمكن أن يعتمد عليهم كآيات قلناها والآن نجي للحديث نرجع مرة أخرى نقول أما الحديث الأول من بدل دينه فاقتله هذا التبديل إن كان قاصدا يستتاب ويحاور ويناقش من أهل العلم ويترك فترة حتى نقوده إلى الجنة كما في الحديث الصحيح بالسلاسة نبغى ندخلك الجنة نبغى نعرفك بالله تعريف بالله إيش معناها؟ أسلم تسلم مباشرة هذا تكون لبعض الناس ولكن بقية الناس ما يطلب منهم؟ أعرفوا بالله أرهي عظمة الله حاوره بالعلم حاوره بالمعرفة إنسان ربما لم يرى عظمة الله لم يتعرف مثل أن كثير من الأساس الغربيين وكثير من علماء الطبيعة الغربيين لم يعرفوا وبين له قدرة الله وبين له عظمة الله حتى هو يأتي يسلم لك حتى هو إيش؟ يأتي يسلم لك ويضعن لك يقول أحدهم فلو أبصرت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت ثياب العجب عنك وجئتنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات وجئتنا أنت عرفوا عن قدرة الله عرفوا عن عظمة الله حاوره بالحق حاوره بالعدل افتحوا له كل ما يمكن أن يكونها مغلقا حتى يقتنع عنده أسئلة فليجب عليها أهل العلم ويجب عليها أهل الاقتصاص ويجب عليها أهل المعرفة الذكر والفكر تأتي بهما فإذا أيقنا تماما أننا قلنا لكم هذا الرجل قاعد يحارب أو هذا الرجل حارب بالفكر أو يحارب بالسلاح نأتي به ونناقشه في دولة الإسلام كما أن صاحب المخدرات يناقش كما أن الغريب الشلوعية حتى هذا الرئيس السابق قال له لما تنصر أراد أن يخلي كل روسيا منصرة علي اعتبار خلص أنا رئيس الدولة أنا اللي أقرر تأتي الآن لفرنسا تقول الآن نص القانون الفرنسي حرية الأديان وحرية الأفكار جاءت للحرمة تنقبت قال والله لا النقاب ممنوع طيب ما في مشكلة في المطار في كذا في كذا بعدين أعلنوا مرة أخرى حتى أذكر أنه قرأت في كتاب عن أول من أدخل البنطال إلى البرلمان الفرنسي وعوقبت المرأة التي دخلت البرلمان باللبس البنطال في فرنسا هذا الكلام إلى خمسين سنة تقريبا دخلت به البرلمان وصارت قضية برلمانية كفرة كيف يتم تجاوز هذا اللبس خاص ولا يتبهي في هذا المكان سبحان الله ما الذي تغير ذرية لست قوانين تتقلم يلعبون بها لعبا نعود ونقول من بدل دينه فاقتلوا هو رجل أعلن كفره في دولة الإسلام وبدأ يحارب باللفظ هذا لا يمكن أن يترك لأن دولة الإسلام مستقرة ويؤثر على الناس الآخرين ما المطلوب يحاور ويناقش شهر شهرين ثلاثة أربعة خمس سنوات إلى آخرين يفتح له الباب إلى أن يقتنع ويكون أهل الاختصاص وأهل القدرة رقم اثنين نقول أنه هذا القتل يمكن أن يكون سياسيا على اعتبار ماذا؟ لو رأى الحاكم لو رأى الحاكم ثمة مصلحة طبعاً هو لو رجع إلى الدين وقال لا إله لا نسو الله خلصنا ما عندنا مشكلة لو رأى الحاكم مصلحة للتعزير للتعزير بعض الفقهاء قال الحاكم المصلحة في ذلك الحاكم إيش؟ المصلحة في ذلك ليعطيهم فرصتان لأن المسألة قالوا ليست حداً بقدر ما هي الحرب فقد يكون هذا الرجل سيخف عنده الحرب ضد الإسلام بعد فترة فنتركه إذن القتل لم يكن من باب الحد كان من باب إيش؟ فيمكن أن يترك بالله عليكم في أكثر من هذا التسامح أنت في بلدي الإسلامية وعندك حرية وعندك تعبير ولو وصل بك الأمر أن تعترض وصل بك الأمر أن تذكر شبهاتك ووصل بك الأمر أن يؤتى لك بناس يتحدثون معك ويقالوا لك لا تحارب ثم بعد ذلك تأتي وتعلن أمام الملأ بردتك وتعلن أمام الملأ بمحاربتك وتشكك في النصوص وفي الآيات وفي الأحاديث ثم نأتي بعد طول هذا الحوار ونقول أيضاً أيضاً إن لم تكن محارباً تركناك وإن لم تكن محارباً ربما يعني بينا لك بعض العقوبة اليسيرة حتى تحمى الدولة ومع ذلك يسر خلاص أكثر من كذا ما فيه أكثر من هذا السلوب لا يوجد في دين الإسلامي وفي دائرة الإسلام نأتي بعد ذلك في النهاية أعطونا التطبيقات المعاصرة كنا حصلت تطبيقات المعاصرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتده أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه ومن ضمن هؤلاء عبد الله بن أبي السرح كلمة مرتد إيش يعني مرتد؟ يعني مرتد جالس وساكن لا يتكلم عن الإسلام عن نبي الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فجاء عثمان وأعلن هذا الرجل إسلامه وأتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تاب هذا الرجل وأسلم وقبلت توبته والآخرون حاربوا الإسلام حاربوه محاربة لأنه أيها الأخ مرة ثانية نعود ونقول من لم يحارب هذا حكم ثاني أما الذي حارب فلا يمكن تركه فلذلك أمر نبي صلى سمقتهم وهم متعلقون بأسار الكعبة فأرجو إن شاء الله أن تكون هذه المعاني وصلت والتوصيفات عن منهج الإسلام الواضح الصريح في هذه القضية ترجمة نانسي قنقر